السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتطبيقات درس الأعداد المركبة قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب أيضا زيارة صفتنا على الفيسبوك لمشاهدة باقي الدروس والتمرين ستجدون الروابط في وصف الفيديو نأخذ التمرين تطبيقي رقم 3 التمرين يقول تحسب طويلة الأعداد المركبة التالية طويلة العدد 1 E ناقص 1 ناقص E ناقص 3 2E 1 زائد E ناقص 3 زائد 2E 1 زائد E في ناقص 3 زائد 2E وأخيرا 1 زائد E على ناقص 3 زائد 2E ننتقل إلى الحل لدينا العدد المركب الأول هو 1 يعني يساوي الجزء الحقيقي يساوي 1 والجزء التخيلي يساوي 0 يعني يكسب 1 زائد 0E ويساوي 1 إذن نطبق القانون مباشرة طويلة هذا العدد المركب 1 زائد 0E هي جدر 1 مربع زائد 0 مربع ويساوي جدر 1 مربع وتساوي 1 في الرسم هذا العدد المركب هو نقطة فاصلتها 1 0 يعني هاته ثانيا طويلة العدد المركب E يعني هو تكتب E ماذا تكتب؟ تكتب 0 زائد 1E نطبق القانون أيضا مباشرة طويلة E تساوي 0 مربع زائد 1 مربع لكل جدر ويساوي 1 في الرسم تمثل هذه النقطة إحداثيتها 0 1 ثالثا ناقص 1 يعني طويلة ناقص 1 ماذا تساوي؟ تساوي مباشرة طويلة الواحد وتساوي الواحد رابعا طويلة ناقص E تساوي طويلة يعني من خلاص الطاويلة وتساوي الواحد خامسا طويلة ناقص 3 ماذا تساوي؟ تساوي أيضا طويلة 3 وتساوي 3 خامسا طاولة 2E ماذا تساوي تساوي طاولة 2 في طاولة E وتساوي 2 في 1 وتساوي 2 أيضا طاولة 1 زائد E ماذا تساوي تساوي قلنا الجزء الحقيقي مربع زائد الجزء التخيل المربع لكل جدر يعني جدر هنا 1 مربع زائد 1 مربع وتساوي جدر 2 ننتقل للعدد المواري لدينا طاولة 3 ناقص 2E هي تساوي طاولة ناقص 3 زائد 2E أيضا والتي تساوي ناقص 3 مربع زائد 2 مربع لكل جدر وهي نفسها 3 مربع زائد ناقص 2 لكل مربع والتي تساوي في الأخير تساوي جدر 13 الآن طاولة ضرب عددين يعني العدد الأول 1 زائد E والعدد الثاني ناقص 3 زائد 2E يعني الذي هو نفسه طاولة هذا العدد 3 ناقص 2E لذلك حسبناها بطريقة ناقص 3 زائد 2E لدينا ضرب هدين العددين يساوي طاولة الأول في طاولة الثاني يعني طاولة الأول 1 زائد E كناكت حسبناها جدر 2 وطاولة الثاني ناقص 3 زائد 2E والتي تساوي طاولة 3 ناقص 2E والتي كناكت حسبناها أيضا وتساوي جدر 13 يعني تساوي طاولة الأول في طاولة الثاني يعني تساوي جدر 2 في جدر 13 وتساوي جدر 26 أيضا طويلة العدد الأول على العدد الثاني يعني طويلة واحد زائد اي على ناقص ثلاثة زائد اثنان اي تسوي طويلة واحد زائد اي على طويلة ناقص ثلاثة زائد اثنان اي طويلة ناقص ثلاثة زائد اثنان اي هي نفسها طويلة ثلاثة ناقص اثنان اي يعني جدر اثنان على جدر ثلاثة عشر وتسوي جدر اثنان على ثلاثة عشر صورة هذه الأعداد المختلفة هي موجودة في هذا الرسم لدينا صورة الواحد هي هذه صورة الثانية هي هذه النقطة أيضا ناقص واحد هي هذه النقطة لماذا نقول طاولة ناقص واحد تساوي طاولة الواحد لأن طاولة ناقص واحد هي من هنا إلى هنا تساوي نفس الطاولة هذه واحد تساوي الواحد من هنا أو الواحد من هنا لدينا ناقص اي ايضا هي هاته ناقص 3 هاته النقطة 2 اي يعني احداثيات صفر 2 والتي هي هنا صفر 2 1 زائد اي يعني احداثيات 1 1 1 1 هاته والعدد الذي استعملناه ايضا هو ناقص 3 زائد 2 اي ناقص 3 زائد 2 اي يعني ناقص 3 اثنين ناقص 3 والترتيبة اثنين هاته هو العدد نتون قد انعينا مناقشة هذا التطبيق البسيط في طويلة اعداد مرتبة القاتون في تطبيقات اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته